متابعي قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير معاكم مروة سليمان والنهاردة فيديو جديد هنتكلم فيه عن الجديد في محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وهو Preplexity Preplexity كلمت عنه كتير فيه القناة تقدروا ترجعوا للفيديوهات الخاصة به ولكن تعالوا نبص بص سريع على الجديد في Preplexity وزي ما شفتوا كده في عنوان الفيديو احنا هنجرب كل من Reasoning Model O3 Mini من OpenAI اللي هو اخر اصدار لOpenAI الحاجة التانية وهي اختبار Reasoning R1 وهو عبارة عن DeepSeek New Model hosted in the United States يعني هو دلوقتي حاليا hosted وتقدروا ان انتوا استخدموه من خلال Preplexity في United States وبالتالي هنا هنقدر احنا نشوف امكانيات اللي اتنين قدامنا ونقارن ما بينهم من خلال Preplexity فقط في عندك البرو البرو اسرع 3 مرات في المصادر واعطاء الايجابات اما بالنسبة للوتو هو مناسب لديلي سورشز او البحث اليومي طبعا فيه برو بلان وفيه بيد بلان احنا بنجرب الفري بلان اولا الفري بلان بيديك unlimited يعني free سورشز تقدر انك انت تبحث برحتك جدا لكن بالنسبة للبرو سورشز انت ليك 3 بير دي وفاست فري اي اي موديل وابلود 3 فايلز بير دي تقدر ترفع ل3 ملفات في اليوم طبعا الخطة المدفوعة غير احنا مش هنتطرق لها هنرجع مرة تانية ونبص على ريبليكستي وهنا بيقولك 5 enhanced queries remaining today تعالا نشوف مع بعض اول حاجة وهو reasoning 03 mini وهنا هبتدي ان انا اديله السؤال اللي انا عايزة اسألهله وقوله what are the most in demand jobs over the next 5 years ايه اكتر الوظائف اللي عليها هيكون طلب في الخمس سنوات القادمة and what are the skills and qualifications required for these jobs وعايزة كمان يدورلي على ال qualifications المطلوبة لهذه الوظائف and can you give me the average salaries for these jobs ومتوسط الرواتب وكده نشوف هو هيبتدي دي انجابة شكل عامل ازاي ممكن انك انت تفعل الويب علشان sources يعني يقدر يديك sources هنا هفعل الويب وفي عندك الاكاديميك ممكن تفعل ال Scholar and Research Papers لو فيه اي اكاديميك papers وفيه السوشيال اللي هو discussions and opinions ممكن كمان تفعلها انا مش هفعل السوشيال انا هفعل الويب وهفعل الاكاديميك وهنا انا مختارة ال reasoning model اللي هو O3 mini وحبتدي دوس انتر فيه طبعا امكانية ان انت ترفع images text pdf حوالي عشرة في اليوم وحبتدي دوس انتر هنا بيبتدي يدور في 25 sources زي ما احنا شايفين وهنا الاجابة الانصر هنا بيقول most in demand jobs 2025 حد 2030 انت تروف خمس سنوات اللي جاية ان شاء الله وهنا اللي اول حاجة AI machine learning specialist والبيج ديتا والفنتيش انجينير اللي هو السايبر سيكوريتي والسوفتوير ديفولوبرز والسايبر سيكوريتي سبيشياليست اخصائي سايبر سيكوريتي والعلاقة بالسولر والويند انرجي والسستدامة والكلام ده كله ايضا هنا طبعا بيديك الافريج سالاري وهنا عطيك الريسورس وهنا عطاني العشرة يعني لحد البيو تكنولوجي ريسيرشرز وهنا الكي تريند اكروس جوبس ايه هي وهنا ريليتد فيه حاجات ريليتد للموضوع اللي انا طلبت انه هو يدور عليه بشكل عام انا شايفه النتائج بتاعته جيدة جدا تعالوا بقى نجرب موديل ديب سيكار وان ونفس السؤال وحفعل ايضا البحث سواء كان اكاديميك او سواء كان عبر الويب وبعد كده حدوس انتر ونشوف الاجابة مع بعض اكتبع نفس الميثادولوجي ونفس المنهجية بيدور هنا في خمسة واربعين سورس تسعة وستين سورس اعطاني اول حاجة بيك ديتا بعد كده السايبر سيكوريتي انجينير او الانجينيرز وعندي كمان الاي اي اند ماشين لرنينج والسايبر سيكوريتي سبيشياليست والصوفتوير ديفولوبرز هو شايف من خلال البحث اللي هو اجراه دول الست وظائف اللي عليهم الطلب وهنا اعطاني ايضا بعض المقالات اللي ريليتد للموضوع اللي انا بدور عليه وشايفين هنرجع مرة تانية نشوف الاوتو اللي هو السرش العادي عشان نقدر نحنا نحكم على استخدام السرش العادي السرش العادي سريع جدا هو مش بيعمل ريزونينج مش بيفكر لكن سريع وتقريبا يعني اجابات الى حد كبير مشابهة للاجابات التانية ولكن زي ما احنا شايفين عطاني الاجابة على طول بسرعة ما خدش وقت زي ديب سيك ار وان وي وثري ميني اللي بياخد وقت عشان يديك اجابة ادق وهنا انت ممكن تعمل الانسر بانك انت اتفعل البرو علشان تحصل على اجابات اكثر دقة لكن انا هنا بجرب الاوتو العادي لو نزل اتفعل 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 البرو تعال اتفعل نجرب البرو ونشوف نفس السؤال اتفعل ليه اتنين من وجه نظري البرو وكويسين وقدراتهم عالية يجي بعد كده البرو يجي في الاخر خالص اللي هو البحث الاوتو العادي ده بالنسبة لي النماذج اللي احنا جربناها داخل البربليكستي وبالذات كنا عايزين نشوف الاداء بتاع الارو والأو ثري مني ده بالنسبة لي فيديو النهاردة نصلنا لنهايته اتمنى تكونوا استفدتم فيديو السريع بتاع النهاردة مع محرك البحث بالذكاء الاصطناعي بربليكستي اشوف في فيديو قادم بإذن الله على قناة انفوتك في ريو زي بقولكم في نهاية كل فيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش اللايك وشير وكومنت دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته